موسيقى نرحب بكم أعزائنا المشاهدين عبر فضائية النورسات وتلفزيون تيلولوميير وبداية يسر مكتب فضائية النورسات في الأردن ممثلا بمديرتها الدكتورة باسم السمعان وفريق العمل أن يتقدم باسم التهاني والتبريق لمقام صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني وولي عهده الأمين والأسرة الأردنية الواحدة بمناسبة عيد الفطر السعيد دعين الله أن يحفظ جلالته والأردن الغالي بخير وأمان واستقرار والأمة العربية بمزيد من التقدم والازدهار وأن يتحقق السلام في الأرض المقدسة وغزة والبداية مع العنوين البابا فرانسيس يجدد دعوته لوقف إطلاق النار في غطاء غزة الأردن يدين إجراءات الاحتلال الإسرائيلي بحق مسيحي القدس بعد تدمير مستشفى الشفاء كنيسة فيليببوس تفتح أبوابها لجرح غزة إعادة افتتاح كنيسة إم المعونة في الموصل بعد تدميرها من داعش وفيها أيضا العائلة والصيام في حلقة من برنامج عين على المشر أهلا بكم أطلق قداسة البابا فرانسيس نداء جديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وفي معرض حديثه عن الحرب في الأرض المقدسة خلال مقابلته العامة مع المؤمنين أعرب قداسته عن أسفه للأخبار المأساوية التي لا تزال تأتي من الشرق الأوسط وجدد الأب الأقدس النداء لوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل إلى السكان المنهكين ولإطلاق صراح كل المحتجزين على الفور وقال دعونا نتجنب أي محاولات غير مسؤولة لتصعيد الصراع في المنطقة داعين إلى بدل أقصى الجهود لوضع حد لهذه الحرب وغيرها من الحروب التي تواصل جلب الموت والمعاناة إلى أجزاء كثيرة من العالم وختم البابا فرانسيس سلسلة التعليم في موضوع الرذائل والفضائل حيث تحدث في مقابلته مع المؤمنين عن فضيلة العدل وقال إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس تكلم قداسة البابا اليوم على فضيلة العدل في إطار تعليمه في موضوع الرذائل والفضائل وقال فضيلة العدل هي من الفضائل الأدبية الرئيسية وهي التي تدافع عن الحق فتسعى إلى تنظيم العلاقات بين الناس بالتساوي هدفها هو أن يعامل كل فرد في المجتمع وفقا لكرامته وهي أساسية للعيش معا في سلام في المجتمع فبدون العدل لا يوجد سلام وبدون العدل يسيطر التعصف واستبداد الأقوياء بالضعفاء الإنسان العادل يجل القوانين ويحترمها ويعرف أنها حاجز يحمي العزل من غطرسة الأقوياء ولا يهتم فقط برافاهيته الفردية بل يريد خير المجتمع بأكمله وينتبه إلى سلوكه حتى لا يسيء إلى الآخرين فإذا أخطأ يعتذر ويتجنب التصرفات المسيئة مثل الافتراء وشهادة الزور والاحتيال والربى والاستهزاء والغدر ويحافظ على كلمته ويسدد مقترده ويدفع للعمال الأشور العادلة ويحرص على عدم إصدار أحكام متهورة على الآخرين ويدافع عن سمعتهم الإنسان العادل مستقيم ويسعى إلى الخير العام وإلى المساواة بين الشميع ويعمل في سبيل الأخوة الشاملة دانت وزارة الخارجية الأردنية محاولات شرطة الاحتلال الإسرائيلي إخلاء حديقة البقر التي تعتبر جزءا من أملاك الكنيسة الأرمانية في مدينة المقدسة والإجراءات الاستفزازية بحق مسيحي القدس وكذلك الاعتداءات على رجال دين المسيحي واعتبرت الوزارة هذه الإجراءات باطلة ومرفوضة وفق القانون الدولي وخرقا للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس المحتلة وأكدت وزارة الخارجية أن الحي الأرماني جزء أصيل من البلدة القديمة للقدس وأسوارها وهو موقع مسجل على لائحة اليونسكو للتراث العالمي بطلب من الأردن وقد تم إدراجه عام 1982 على لائحة التراث العالمي ترأس غبطة الكاردينال بيير باتيستا بيتسابالا بطرياركو القدس للاتين القداس الإلهي في كنيسة مريم المجدلية على ضفاف شاطئ بحيرة طبرية بمشاركة عدد من المطارنة والكهنة والرهبان والراهبات وجمع من المؤمنين وفي عظته أعرب غبطته عن دور المؤمن المسيحي باتخاذ موقف واضح أمام تحديات الحياة ومشقاتها وبين الاحتفال والفرح بالفصح المجيد وقال من خلال احتفالنا بعيد المجدلية نتعلم كيف يمكننا أن نجعل من فصحنا جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية ونحن جميعا نسأل أنفسنا كيف نخلق وحدة في حياتنا ومجتمعاتنا وبين احتفالنا بالقيامة مشيرا إلى أن الإيمان بالقيامة ليس مجرد حقيقة داخلية بل إنها طريقة للوجود في الحياة التقى سيادة المطران خريستوفرس عطالة مطران الأردن للروم الأرثدوكسي فريق طالبات مدرسة بطرياركية الروم الأرثدوكسي في معدبة وقد بارك سيادته للطالبات بفوزهن المشرف في مصابقة المعرض الدولي للعلوم والهندسة على مستوى العالم وحصولهن على أربع ميداليات فضية خلال المصابقة التي أقيمت في جمهورية التونسية وعبر سيادته خلال حفل التكريم الذي حضره عدد من الأباء الكهنة ومديري ومديرات روضات ومدارس البطرياركية في محافظة مادبة عن اعتزازه بالفريق المتميز حاثا للطالبات على المضي قدما نحو نجاحات وإنجازات قادمة كما قدم المطران خريستوفرس الشكر والتقدير لإدارة المدرسة على جهودها في متابعة الطالبات وأكدت الطالبات الفائزات أنهن سيبقينا على نفس مستوى النشاط والتميز والإبداع في شتى المجالات وفي الختام قدم سيادته للطالبات هداية إذكارية عربون محبة وتقدير لجودهن اختتمت في منطقة البحر الميت أعمال مؤتمر الأول لمحاكم الكنيسة الإنجلية الإسقفية العربية مطرانية القدس بحضور عدد من الأباء الكهنة والقضاة والمحامين وقد تضمنت جلسات المؤتمر الذي استمر ثلاثة أيام إلقاء محاضرات افتتح رئيس الأساقفة المطران حسام نعوم بمحاضرة بعنوان بين القانون والإيمان تناول فيها سيادته عدة موضوعات منها التشريع في المسيحية والناموس والنعمة في الفكر الإنجلي العام ولماذا القانون في الكنيسة ومصادر التشريع في القوانين الكنيسية وختم المطران نعوم محاضرته بالحديث عن المحاكم الكنيسية مركزا على الكنيسة الإنجلية طيال مرات إحنا المحاكم مدنية منلجأ لها حتى نفسر موضوع معين اللي مش موجود عنا بقوانيننا فمنلجأ له حتى يعطينا توجه معين خاصة في أصول بحاكمات والتقاضي أكثر من ما هو على التشريع نفسه كتشريع ولكن مرات نلجأ للمحاكم المدنية تساعدنا ببعض الأمور اللي مش واضحة عنا نهيك هذا جزء أول الجزء الثاني إلو إنه نحنا عايشين في دول مختلفة وكتير من المرات القانون المدني في بعض الأحيان يطغى على القانون الأحوال الشخصية عنا ككنيسة فهذا هون بنكون إحنا كمان متنبهين لإلو فإذا المحاكم المدنية إلها علاقة بشكل أو بآخر في تشريعنا إحنا كمان ككنيسة هلأ كنا موافقين ومشوائم وموضوع تاني هلأ أنا بدي أعجي أقول بدي أعجي لخطوة تانية عموضوع التشريع في المسيحية وهدول أنا برأيي إلهم علاقة هم أكثر بالتقاضي أكثر ما هو في التشريع ولكن أنا بنظري كمان إلهم بشكل أو بآخر إلهم علاقة في موضوع التحكيم والتشريع ما بعض يعني واحد بكمل التاني وهم الفضائل الفضائل المسيحية على الفضائل المسيحية هم رأيتوا تعرفون مؤسومين لأسمين القسم الأول هو الفضائل الرئيسية اللي كانت موجودة من زمان يعني هذا كان بالفلسفة اليونانية موجودة ولكن اللي أعطاهم الثوب المسيحي كان أغسطين من هبو أغسطين اللي من هبو وهو القديس أغسطينوس كتب على الأربع بسماهن الفضائل الرئيسية أو ما يسمى بالكاردينال فيرشوز إذن حكينا على الكتاب المقدس خنون الكتاب المقدس وخنون الطبيعة هدول مهمات جدا في التشريع بالنسبة أنه لما نحط التشريع بدنا ننظر لهدول التنتين بشكل كتير خاص الأمر الثاني بالنسبة لريتشارد هوكر هو كان إنه الشعب هو الذي يقر القوانين التي تحكمه الشعب هو الذي يقر القوانين وهون عم نحكي قاعدين على شوية التضارب مع الكنيسة اللوثرية والكالفينية اللي كان بدئنش إنه إحنا نكون في محايا المدني المحاكمة مدنية تهتم الكنيسة بلاش تهتم بموضوع القوانين ريتشارد هوكر قال لأ إنه بحق للمجمع الكنسي لتشيرش كونسل إنه هو يحط لمدام الشعب هو الذي يختار أن يضع قوانينه بنفسه ودستوره الذي يحكمه الإجماع العام هو سيد الموقف نفس الشي البرلمان نفس الشي مجلس النواب نفس الشي أي شي معين أنا بنحكي على المبدأ على المبدأ إنه الشعب يقرر القانون الذي يحكمه هذا إشي كتير مهم وضروري بالنسبة لريتشارد هوكر حتى نكون إحنا كنيسة الأعلاءة في المجتمع اللي بتحكمه كمان ما يكونش نائي نفسها عن الموضوع الموضوع معينة بعد قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتدمير مجمع شفاء الطبي خلال الأيام الماضية وارتكابه مجازر دموية داخل المستشفى وحرقه لكافة أقسامه حتى صار خارجا عن الخدمة فقد أدى هذا العمل الإجرامي إلى دفع إدارة المستشفى المعمداني إلى فتح كنيسة فيليببوس لاستقبال المرضى والجرحة والتي هي واحدة من ثلاث كنائس في غزة إلى جانب كنيسة العائلة المقدسة وكنيسة القديس بيرفيريوس رغم عدم ملاءمة الكنيسة لظروف المرضى حيث تم تحويل الكراسي التي كان يجلس عليها المسيحيون خلال الصلاة إلى أسرة للمرضى فبعد انسحاب جيش الاحتلال من المجمع الطبي جرى نقل المرضى إلى المستشفى المعمداني ومن ثم لكنيسة القديس فيليببوس لإكمال علاجهم رغم افتقاد الكنيسة للخدمات الصحية وفي سياق ما تمارسه إسرائيل من إبادة جماعية بحق المواطنين المدنيين في غزة أكد المركز الوطني لحقوق الإنسان أن الأردن قاد جهود حثيثة على مستوى العالم للمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع مشيرا إلى أن الأردن كان أول من أدخل مستشفى ميدانيا إلى غزة وأول من قام بإنزالات جوية لإيصال المساعدات إلى القطاع لافتا أن جلالة الملك عبد الله الثاني كان أول من شدد على أن الانتهاكات الإسرائيلية في القطاع غزة تشكل مخالفات جسيمة للقانون الدولي وأوضح المركز بأن جريمة الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل تقوم على الكراهية والتعصب والتمييز وتخالف القيم الإنسانية المشتركة ودعا بهذه المناسبة لوقف فوري لإطلاق النار على قطاع غزة ووضع حد لهذا العدوان والالتزام بقرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية لمنع هذه الجرائم وإدخال المساعدات أشاد قدس الأبرامي عساكرية كاهن رعية سانتا كاترينا في بيت لحم بأعمال رسل الرحمة الإلهية وذلك خلال احتفال حضره عدد من الأباء الكهنة ومجموعة رسل الرحمة المزيد في رسالة الأرض المقدسة احتفلت كنيسة سانتا كاترينا في بيت لحم بعيد الرحمة الإلهية وذلك يوم الأحد التالي لعيد الفصح حيث ترأس القدس الاحتفالي الأبي رامي عساكرية كاهن رعية سانتا كاترينا والمرشد الروحي للمجموعة بمعاونة الكهنة الأجلاء وبحضور مجموعة رسل الرحمة اللواتي قمنا بتجديد التكريس أمام الهيكل للسنة الثامنة على التوالي امتلأت الكنيسة بالمؤمنين وأحيات جوقة الكنيسة القداسة بالترنيم الفصحية وفي كلمة الأب عساكرية فقد أشاد بأعمال الرحمة الإلهية والخدمة اللامتناهية في عمل الخير للآخرين وأضاف في هذا اليوم تنال النفس التي تعترف وتتناول القربان المقدس غفرانا كاملا للخطايا والعقاب اليوم احتفلنا بعيد الرحمة الإلهية اللي هي بيجي تاني أحد من الفصح هو عيد أراده يسوع ليظهر رحمته للعالم بلش مع القديسة فاوستينا ببولندا وأراد منها ترسم الصورة منها إشعاعين اللي بيشيروا للإفخارستية بيشيروا لفداءه لإلنا من خلال موته وقيامته على الصليب فإذا وهذا الخلاص والرحمة أراد أنه ينشرها لكل العالم فلشان هيك تأسست في بيت لحم رسل الرحمة الإلهية اللي عم بعيشوا هاي الرحانية وهلأ بالرعية كل ياتنا منحتفل لأنه كل ياتنا مطلوب مننا نكون رسل الرحمة إلهية بين بعضنا البعض وتم كرسين ليسوع تخلل القداسة دورة للكهنة مع دخائر القديسة فاوستينا القادمة من بولندا وصورة للرحمة الإلهية ومع خدام الهيكل ومجموعة رسل الرحمة على وقع ترتيل وتلاوة مسبحة الرحمة الإلهية التي رفعت من خلال النواية الحسنة للعالم من أجل السلام نحب أن نوصل رسالة القديسة فاوستينا إلى جميع الناس اللي بتوصلنا لسيد المسيح وأكيد أن كل كلماتها هي بتخلينا نتعرف على المسيح أكثر وفي نهاية القداس وبعد البركة الختامية التقطت الصور التذكرية في الكنيسة فكلمات يسوع المسيح للقديسة فاوستينا وبهذا اليوم ستفتح كل الأبواب الإلهية لتتضفق من خلالها كل النعم فلن يكون للبشرية سلام إلى حين ترجع إلى ينبوع الرحمة الإلهية الرحمة بتكون عبارة أوقات عن إنه نحنا مش نقدم إشي مادي ممكن معنوي ممكن حدا متدايق نحكي معه هيك علمنا يسوع هيك كان يسوع يظهر للقديسة فاوستينا يحكي لها إنه إنتي لازم تنشري هاي الرسالة تاعت الرحمة يعني أنا كل اللي عملته رحمة للعالم أنا ضحيت في حالي هو فادينا فنحنا نفس الشي لازم كل ما يكون عندنا وقت ونحنا تقريباً في المجموعة كلنا إميات رح منحاول ننشر كمان الإشي في بيوتنا وأسرنا عشان تقريباً يكون عندنا وقت ونحنا تقريب تنتشر هاي رسالة رحمة يسوع اللي بشر فيها ووصل قديسة فاوستينا إنها تنتشر في كل البلاد ما أجمل يا رب عطياك التي لا تنفذ أبداً يا يسوع إننا نثق بك للنورسات مارلين الحدوى من كنيسة القديسة كاترينا في بيت لحم احتفل نحو ثلاثمائة شخص من أبناء مدينة الموصل على وقع الترتيل والزغريد بإعادة افتتاح كنيسة أم المعونة الدائمة التي كان حولها تنظيم داعش الإرهابي إلى مقر لشرطته وعلى هامش ترأسه القداس الاحتفالي لمناسبة إعادة افتتاح الكنيسة قال غبطة بطريارك الكلدان في العراق الكاردنال لويس رفائيل ساكو نحن فخرون بعودة الكنيسة كدار عبادة ومركز روحي وتربوي وأضاف هذا بلدنا وهذه أرضنا وحتى لو كان عددنا قليل فنحن باقون وخلال الاحتفال بإعادة افتتاح هذه الكنيسة التي يعود تاريخ بنائها إلى عام 1944 أنشد الحاضرون الترتيل وسط فرحة عمت جموع المؤمنين طرحت إحدى الدور العالمية مخطوطة تعد أقدم نسخة من الإنجيل يعود تاريخها إلى فجر المسيحية وتعتبر هذه النسخة من أقدم الوثائق الموجودة في العالم وقد كتبت باللغة القبطية حيث تحتوي على النصوص الكاملة لسفرين من الكتاب المقدس وقال أحد كبار المتخصصين في مخطوطات العصور الوسطى إن النص المخطوطة شاهد على انتشار المبكر للمسيحية حول البحر الأبيض المتوسط وكانت قد حفظت في مصر بسبب مناخها الجاف تتكون النسخة الإنجيل من 104 صفحات وتعد من أقدم النصوص في العالم حيث اكتشفت في مصر في خمسينيات القرن الماضي واشترتها جامعة ميسيسيبي واحتفظت بها حتى عام 1981 ثم انتقلت إلى فنان نرويجي متخصص بجمع المقتنيات القديمة استضاف برنامج عين على المشرق الذي يقدمه الأب نبيل حداد على فضائية نورسات الأب الدكتور بشير بدر مدير مكتب رعويات العائلة والزواج في مطرنية اللاتين للحديث عن العائلة والصيام في ظل هذا الزمن المقدس حيث أشار الأب بدر إلى أن الصيام عند المسيحية هو وصية إلهية لكن الكيفية هي كنسية بشرية كما تطرق قدسه إلى الفائدة من الصيام الذي يريده الله خيرا إلى الإنسان للعودة إليه طاهرا من الذنوب والخطايا كونوا معنا في هذا المساء الطيب وفيما نتجاوز ونجتاز أسبوعين من موسم الصوم الأربعيني الصوم الكبير المبارك نتوقف عند هذا الصوم لنقرأ فيه تلك الميزة التي تلتقي فيها الأسرة العائلة عند الصوم مع الصوم ومع سلوك الصوم بناء على روحانية الصوم العائلة تلتقي على المائدة يتقاسمون الخبز الطعام ويتقاسمون المحبة ويتقاسمون مسؤولية اهتمام بالنشأ بالأجيال ولكن سنتحدث في هذا المساء عن دور العائلة في الصوم وعن دور الصوم في زيادة تماسك العائلة إذن العائلة والصوم والصوم في العائلة ومع العائلة ومن أجل العائلة قال الكتاب قدس الصوم والتقديس هنا بمعنى التخصيص كما قال الكتاب قدسوا لي كل بكر أي خصصوه لي إذن فيه تخصيص لزمن معين على مدار الشهور أو الأيام للصوم وهذا الصوم قد يكون فردي ولكن بالزمن الكبير يقول سيوئي للنبي اجمع الجماعة الكبار والصغار حتى راضعي الأذداء يقول وهنا نرى العائلة الرب يدعو أن يكون الصيام جماعيا لما له من انعكاس على الفرد وعلى الجماعة قدس الصوم أي فيه روح فيه فائدة خصصوا لي هذا الأمر الفائدة من الصيام أو لماذا نصوم وهو السؤال الأهم نعم لماذا قبل الكيف لماذا نصوم لأن الله يريد من ذلك خيرا للإنسان خيرا لنا نعم أولا أن نعود إليه عود إليه يقول الرب والصيام هو نوع من الحرمان والتجرد من كل ما يربطنا ويعيقنا لكي نخصص الاهتمام أو التذكر والتفكر بحضور الله وبسيادته علينا تخفيف كل الأثقال بشأن يتفرغ لأن الإنسان قد يصبح عبدا لمتطلبات الحياة اليومية المادية والعائلية وكم نشعر اليوم بثقل هذه المتطلبات وإيقاع الحياة الثقيل على الوالدين تحديدا ومسؤولياتهم نحو أسرهم نعم إذن هالت قلت الألمان توقف لا تكن عبدا ولا مستعبدا أنا هو الرب إلهك لا يكون لك إله غير عد إلي وبالعودة إلي أنت تعود إلى ذاتك إلى هنا مشاهدين وصلنا إلى نهاية نشرتنا وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها البابا فرانسيس يجدد دعوته لوقف إطلاق النار في غطاء غزة الأردن يدين إجراءات الاحتلال الإسرائيلي بحق مسيحي القدس بعد تدمير مستشفى الشفاء كنيسة فيليبوس تفتح أبوابها لجرح غزة إعادة افتتاح كنيسة أم المعونة في الموصل بعد تدميرها من داعش للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نورساتجو دوت أورغ طابت أوقاتكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر